في يام كونفيرمو كان صراحة الناس الكسابة كلاو والعصاب الزاف انو الجيش كيتقام عليهم 13 درام 14 درام كيلي باعوا 7 درام 8 درام وكان فائد في الانتاج دي الفلوس لانو المغرب تيحتاج تقريبا تسعود المليون دي الفلوس سنويا كان ديك البريود كان 12 مليون كان فائد دي الفلوس لانو وصلت تل درهم وعشرين ما بينجوش درام تل تل درهم وعشرين وكي تتعرفوا دبا الشيكة مر بيه البلاد من الجائحة دي الكوفيد ديزناف ما بقوا لعراس لمناسبات لاسواق اسبوعية لاسواق ممتازة حتى وما كيلي تسد هذا هو السبب اللي يجعل انو الفائد يكون دي الجار حاليا دبا الناس اللي عنده مرات المال قليل ما بقاش يعمروا الفلوس ارتافع من جوج درهم حتى السد درهم في الكوفوار هذا هو السبب اللي يجعل انو السوق هذي يرتفع بعد وهذا الشي رغا يدون دبا قريبا حاولي شهرين شهرين ثلاثة شهر لانو الدجاج ما كيوجد على خمسة واربعين ما عد كيوجد ودو السبب لانو دبا الدجاج ديال هذي شهر تسعود ما غيوجد شهر حضاء شهر شهر تناشى هذي يكمل نسبة للرتفاع حاليا احنا دبدينا دجاج بثمانينات دجاج بخمستاشر درهم مناسب للمواطن انو مني كان لحم سبعمية كانت دجاج بخمستاشر درهم اني رات كامل مناسب غيه هو دبا مواطن انو اللفذيك عشرة درهم تسعود درهم خلصك شعي باش قنعوه والله حسن اللعوان كين دبا الناس اللي مخدامينش كين ندو السبب اللي واني اللي سوا لفت عشرة درهم ما يمكنش قنعوه من انجاج وصل صلصتات صبعطات احنا حاليا في اليوسفيا خمستاشر درهم وستاشر درهم كين بلاي صخورين كلتي بيعو هادلي ما تفجر تابع دجاج ما كينش اقبال باتاتا مواطن ما تقبلاش قاع كين يتفاجأ واه وما يمكنش داد دجاج وقتاش كيفاش مرتاج ما كينش اقبال باتاتا خصصا مع الدخول المدراسي جات الابيرا ديال الدخول المدراسي لازم ما عندوش فلوس ما كينش كين ما كيت قداج دع ولا كيتمشى ديطاي اغلبية كيدي دي خمسة درهم عشر درهم تي قضي بها دواء الفروج ما قاش يدي قاع مواطن قليل دجاج دير في المارشة 14 درهم 14 ونص نهار الخميس السلطة الخمسة 14 درهم في الحوان كيتباع 16 درهم ديالاش ما مسلكاش لامون الحانوت ولكن انحنا غير مهم باختش لامون الحانوت يتوقف عندو مصاريف عندو كرا عندو موضو عندو الخدامة هاده هو ما يمكنش تسد هاده هو السبب انش من الله يرفع الله الواباء ويكون شيخ خير ان شاء الله ما تنساش تابونا فلاشين وتاكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هز براس